هيا بنا نتعلم قواعد قابلية القسمة على خمسة وعلى عشرة أولاً لنتعلم قاعدة قابلية القسمة على خمسة من سيساعدني في كتابة مضاعفات الخمسة؟ خمسة عشرة خمسة عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة وعربعون خمسون خمسة وخمسون ستون خمسة وستون سبعون خمسة وسبعون ثمانون خمسة وثمانون تسعون خمسة وتسعون مئة ممتاز جميع هذه الأعداد مضاعفات للعدد خمسة مضاعفات العدد خمسة هي أعداد تقبل القسمة على العدد خمسة من دون باق لننظر إلى رقم الآحاد في هذا الجدول ما رقم الآحاد في العمود الأول؟ خمسة وما رقم الآحاد في العمود الثاني؟ صف صحيح نلاحظ أن رقم الآحاد في هذا الجدول إما خمسة أو صف إذن ما هي قاعدة قابلية القسمة على خمسة؟ يقبل أي عدد القسمة على خمسة إذا كان رقم الآحاد للعدد صف أو خمسة؟ أي الأعداد التالية تقبل القسمة على خمسة؟ لنبدأ بالعدد خمسة وثلاثين سهل جداً نقم الآحاد بالعدد خمسة وثلاثين خمسة إذن العدد خمسة وثلاثون يقبل القسمة على خمسة ماذا عن العدد؟ رقم الآحاد للعدد أربعة وتسعين أربعة إذن العدد أربعة وتسعين لا يقبل القسمة على خمسة وأخيراً العدد مئتان وعشرة رقم الآحاد للعدد مئتين وعشرة صف إذن العدد مئتان وعشرة يقبل القسمة على خمسة لنتعلم الآن قاعدة قابلية القسمة على عشرة من سيساعدني في كتابة مضاعفات العشرة؟ عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة رائع جميع هذه الأعداد مضاعفات للعدد عشرة مضاعفات العدد عشرة هي أعداد تقبل القسمة على العدد عشرة من دون باقٍ لننظر إلى رقم الآحاد في هذا الجدول ما رقم الآحاد في الجدول؟ صف؟ صحيح، إذن ما هي قاعدة قابلية القسمة على عشرة؟ يقبل أي عدد القسمة على عشرة؟ إذا كان رقم الآحاد للعدد صفر أي الأعداد التالية تقبل القسمة على عشرة؟ لنبدأ بالعدد ثلاثة وسبعين رقم الآحاد للعدد ثلاثة وسبعين ثلاثة إذن العدد ثلاثة وسبعون لا يقبل القسمة على عشرة ماذا عن العدد خمسة وتسعين؟ رقم الآحاد للعدد خمسة وتسعين خمسة إذن العدد خمسة وتسعون لا يقبل القسمة على عشرة وأخيرا العدد مئة وعشرون رقم الآحاد للعدد مئة وعشرين صفر إذن العدد مئة وعشرون يقبل القسمة على عشرة؟ رائع ترجمة نانسي قنقر